دي فرقة دخل أو فرقة ما أنا بقول لك مش مشكلة الحمد لله نمسك الخشب يا برجاوي برجاوي الحمد لله برجاوي لا بسرعة المنظر ده يا برجاوي بعيده بقى خلاص الحمد لله احنا شفناه طبعا نمسك الخشب دايما انت دايما تقولي هنا مش عايزك تقلق يا بول عايز جمهور النادي الاهلي لان عندنا لعيبة مميزة احنا ضغوط المباريات هي اللي فرضت بعض الاصابات ولكن في الاخر عندنا اللعيبة اللي تقدي وكل اللعيبة النادي الاهلي قادرة تمثل الفريق دي حقيقة لما كمان يبقى عندك مشكلة كمان عندك اللي في 97 ما كتعدد الرحمن كلهم ما شاء الله اللي هو يعني يعني ناق عمار واحد منهم في مصطفى البدري موجود في ناس كتبت جدا موجودة لعيبة مميزة جدا يا أهاب الحمد لله في اخطاع الناشئي وهو ده اللي احنا دايما يتكلم فيه أنا وانت فيه روح حلوة قوي 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 كان مبارح موجود هنا على الكورسي الحركة عاد عليه محمد شريف لعيبة مميزة قوي مش مقادة أفريقيا ماذا الحب والعيش وتشجيع زماله يعني كأنه هو هيلعب هو مش مقادة أفريقيا الحالة دي والروح دي حلوة قوي قوي ودي الروح والحالة دي اللي بنادي الاهلي بتميز بها على مدهار السنين كلها هي دي ده بص يا هات انت قلت سري من أسرار تفوق النادي الاهلي خلال السنين اللي فاتت ده كلها الحتة اللي فيها محمد شريف انه هو من جواه حتى لو مش مقايد مش هيلعب مش مصير لا مش مقايد وغير ان الفرقة ربنا يا كريمه هو عايز الفرقة ربنا يا كريمه وتكسب لانه هو خلاص هو واحد من النادي الاهلي واحد من الفريق ده منتامل النادي ده ويقول لك كمان كابت اللعيب لسه جاي المسلم ده أنا بقول لك هلك هوا أقسم بالله عنده قمية طاقة كأنه مولود جوا ملعب مختلط تيتش بس عارف ليه لانه هو كد أمنية حياته انه هو يجي النادي الاهلي فما تقول تتحقق أمنية زي كده اقوم مش عايز حاجة ما بدوني خلاص الحمد لله أنا جيتي للمكان اللي نفسي فيه هو ده المكان بقى صراحة بتديله دقيقة اتنين تلاتة خمسة نازل عايز يعمل عليه وكلمنا عليه برضا لو أنت هنا يا أبو عشاد نبيه بمستوى والتطور هو فيه هو عايز يلعب عايز يبقى ليه مكان دقيقة زي خمسة زي شهود هو عايز يبقى كويس هو فيه ميزة هو عرف كم فين وجيه فين بس وجاي شريك طبعا وهو جاي شريك هو جاي في المكان يعني ما احترام الكامل لكل أندية وكل لعبة المكان اللي أي لعب بيتمنى موجود فيه هو النادي الاهلي وأنا بقولش أي كلام أنا عارب بقول إيه حتى لو فيه ناس برا ما تعرفش القيمة دي لكن أول ما يخش النادي الاهلي بيتلاقي يعني محمد شريف ده المتأكد الأول مدخل النادي تحس أنه تغير بقى محمد شريف إسمن كان مجهز كان مجهز ده كابت وأنت بتتكلم معاه تحس لا ده مش لعيب جاء أول الموسم لا 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 آه آه جاهز جاهز هو ما أنا بقولك هات حتى في شخصيته كابت آه يعني بعيدا حتى عن أداءه رائع جدا في الملعب ده دافل فريق كابت الخمس أداء بسهل الله ومشاء الله وكأول أبقى دي آه اللي تتمنى أداء من عندك عارف خيمة النادي الأهلي وعارف هو فين وهو يعني قبل النادي الأهلي وقبل أي حاجة هو يا أكيد لو جبت الجزور كده تحس أنه بني أدم بني أدم هاد جدا محترم جدا بيئته كويسة طبيعته كويسة حيث التربية كمان بين بيبانيها شكرته والده مبالح آه لا حاجة جميلة طبعا ربنا حميه وفي شرع إصابات ويبقى أساسي في النادي الأهلي أنا أقولها له على هوا وإن شاء الله طول ما تشغل كده محمد أكيد أن تبقى أساسي في النادي الأهلي ورسالة دي محمد والغير والغير والبقى كله 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 طبعا كل اللي بيأخذ وزي ما أنت قلتلي قلتلي بس اللي ياخد وينزل فرصة يمسك فيها قلتلي الكلام ده ما هي دقيقة ها خصوها في النادي الأهلي الفرص ما بيجيش كتير في النادي الأهلي عشان كده عارف أن اللي بيبقى أحد عارف أنت اللي هو في حال التراقب يعني كده مفتاحة ومستني لو دقيقة أنا عايز أخد الدقيقة دي عشان أقولها الموجود عشان المدير الفني اللي أحب بره يوم ما يفكر إيهاب وعلاق طبعا إيهاب بلعب بس إيهاب بردو ما تدنيش اللي أنا عايز آه نمر علاء حاول بص إيهاب كلمة حاول دي عند المدير الفني كبير قوي ده اللي أنا بقول عليه عشان كده يحسب لمحمد شريف ربنا يبيد عنه الإصابة ربنا يحميه إن الرجل لما جيه وخرج بره القائمة الأفريقية ما قالتش خلاص بأمناها كده خيرا ناخد ده ده العيب بديل اكتاهت برضو مع إنه أخد بالك أهاب من أكتر حاجات بتأثر في العيب الكرة آه طبعا حتة وقصها في النادي الأهلي والزمان كل فرق ده بتشير في أفريقيا دي آه يقولك أنت بره قائمة أفريقيا بره قائمة أفريقيا دي برشات الدولي صعب تلعب لأنه والله أهاب بتموته لكن ليه مباراة الدولي وعندك أفريقيا طبعا هتطر لعب الناس المخيادة لكن هو لأ هو بعد فصل الحتة دي هو كل هدف وأنا عندي هدف واحد بس إنه عايزة موجود في تشكيل أسايا في النادي الأهلي حتى لو دقيقة بره السنة دي أنا أكيد إن شاء الله السنة الجاية بس خلاص بقديمت لفسي أنا موجود مين يقول محمد شريف بره لا 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 محمد شريف موجود في القائمة بس بالضبط هو أكتر من اللاعب كل واحد بيحاول يثبت نفسه لكن زي ما أنت قلت في لعبة الفترة دي بتاعتها محتاجينها زي ساعد سمير الحضر قعدت وكلمت معه طبعا واتمأنيت منه قلت له إيه أول حاجة طمينت على سبطه حساب حاجة في المالة بقليل على كابت الحمد لله كله تمام يعني خلاص قال لي لأ خلاص الحمد لله فيش حاجة خالص دي أهم حاجة نعمل أستمر عليها الحمد لله حتى تفرجت عليه في الموراة لا كل حاجة تمام كل حاجة كويسة فيه بصيتك أنت ليه بيقف الملعب استلام لا أنا طمينت على دي طمينت على حركته على جريو بيقابل إزاي بيعمل لا هو ساعد بقى خلاص يعني ساعد وطريقة لعبه ما تحسش فيه حاجة مشكلة في الجري يعني تاخد بالك من جريو تحركاته لا طبيعي الحمد للرب العالمين وحتى جاز فني اطمأني الحتة دي زي ما أنت تفضلت قلت عندك اختيارات كتير أول بالضبط ما عندكش مشكلة خلاص برضا أنا كنت قلت مبارح نتجاز الفني اتمنى على كله بالي كان عنده كادمة كده لكن هو بسيط لعب كده قول لعيب إضافة اه طبعا طبعا مش حاد يقدر يقول لأخير كده يا أهاب لأن الرجل ميسا جاترون جابه لعب معتش وإضافة في خطة فاعك أمان عنده خبرة كبيرة جدا 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 خبلك في أماكن في الملعب يا أهاب محتاجة خبرة محتاجة حتى لو سن كبير شواء لكن خبرته في الحتة دي تنفع خصوان في المكان ده المكان ده مهم جدا حتة الخبرات تفرق معاك قوي تفرق معاك جدا 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 في المكان ده غير أماكن تانية محتاجة عنصر شباب وجري وحركة لو أنت سنك كبر وبدانيا مش قوي تبان تتكشف زي ما يقوله في لغة دكرة لكن لو أنت صغير بتحرك بتجرب لا لسه ما شاء الله بس في المكان ده محتاج حد بالنوعية دي بذكر الخبرات